بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين النهاردة عندنا محاضرة مهمة هنتكلم فيها على الفيزلوكت لوبس او ال PLL والموضوع بتاع المحاضرة النهاردة يعني مهم من ناحيتين من ناحية ان ال PLL هي احد الانالوج ميكسد سيجنل سيستمز المهمة جدا جدا يعني لا يخلو منها اي سيستم كبير او اي تشيب معقدة وحتحتك بيها لو انت اشتغلت في مجال الميكسد سيجنل ديزاين او ال EDA يعني في الغالب لازم تحتك بيها من قريب او من بعيد الحاجة التانية اللي بتخلي المحاضرة دي بقى مهمة ان المحاضرة النهاردة مش بس هتخلينا نفهم مثلا ال PLL لا هتخلينا نفهم ازاي الانالوج ديزاينرز بيتعاملوا مع السيستمز لان جزء كبير من ال انوفيشن اللي بيحصل حاليا في الانالوج ميكسد سيجنل ديزاين مش بيكون على الترانزيستور ليبل ديزاين لا بيكون على السيستم ليبل ديزاين يعني مش الصعوبة دلوقتي ان انا ديزاين على الترانزيستور ليبل طبعا ده تشالنج واحنا اتكلمنا عليه وتكلمنا على الاتوميشن بتاعه بس التشالنج الاكبر في الحقيقة دلوقتي هو ان انا ديزاين كومبليكس سيستم وان السيستم دي يكون فيه جزء انالوج و جزء ميكسد سيجنل وحنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله برضو بالتفصيل في المرة الجاية لما نتكلم عن وعلى وحنحتكب برضو في البروجيكت بتاع الكورس بتاعنا ان البروجيكت برضو هيكون ان احنا نعمل افكركم بقى تاني بان احنا كنا بنكون اصلا احنا نريد نتكلم على الانالوج ديزاين بنكلم على الانالوج ديزاين عشان كل سيجنل زي ما احنا عارفين في العالم بدعنا هي سيجنلز انالوج والعالم الديجيتال هو عالم افتراضي ديما بحتاج ان يكون عندي انالوج انترفيس فدي دي حاجة الحاجة التانية ان اي بلوك عندي او اي سيستم عندي بيحتاج بيحتاج two very important signals اللي هما ايه اللي هما الpower والclock سواء السيستم ده كان rf system او كان digital system او كان data converter بحتاج يكون عندي power بحتاج يكون عندي clock والpower والclock هي signals موجودة في physical world موجودة في العالم الحقيقي بتاعنا فبالتالي هي analog signals فبالتالي عشان نعمل generation للpower وعشان نعمل generation للclock بحتاج يكون عندي analog blocks هي اللي تعمل ال generation ده ال signals دي بتبقى generated في ال analog world واللي بيعمل لها generation هم ال analog designers فبالتالي دي من الحاجات اللي عمري ما هاقدر استغنى عنها عمري ما هاقدر استغنى عن الناس اللي هتجنريت لايه ال power وعمري ما هاقدر استغنى عن الناس اللي هتجنريت لايه ال clock طيب الناس اللي هتجنريت لايه ال clock طيب الناس اللي هتجنريت لايه ال clock دي هتجنريت ال clock ازاي هتجنريت ال clock في الغالب عن طريق PLL عن طريق phase locked loop احنا لما نبص على اي بردة الاكترونية ونشوف الايسيز او الانتجرياتيس بتاعتنا في الغالب بنلاحظ الكريستال اوسيليتور ده شكله جميل كده ولونه فضي وبيلمع وشكله حالو والكريستال اوسيليتور في الحقيقة ده بيقدر يديني ريفرانس فريكنسي فيري بريسايس واحنا لسه بنقول ان كل السيستمز بتاعتنا محتاجة ريفرانس فريكنسي محتاجة ريفرانس كروك طب ليه ما بستعملش الكريستال دي وخلاص مشكله ان الكريستال اوسيليتور بيبقى الفريكنسي رينج بتاعهم نسبيا صغير بيبقى في الرينج فروم 1-200 ميج تقريبا طب احنا بنحتاج فريكنسيز اعلى من كده اه طبعا بنحتاج فريكنسيز اعلى من كده بتروح تشتري بروسيسور سواء بروسيسور للابتوب او بروسيسور للموبايل وبص كده على السبيد بتاعته بتلاقي السبيد في الرينج بتاع الجيجاهرتز يعني بتلاقي السبيد 2 جيجا 3 جيجا 4 جيجا ممكن تبقى ازيت شوية كمان ولما بدي تيجي تبص على الويرلس ستاندردز مثلا حاجات اللي هي زي 4 جي وال5 جي او حتى الواي فاي والبلوتوث حاجات دي كلها بتشتغل عند فريكنسيز بالجيجا والناس اصلا دلوقتي بتتكلم على فريكنسيز كمان اعلى من كده يعني فيه كلام بقى على الهندردز في الحاجات الجديدة طب اني هأعمل ازا هاي الفريكنسيز العالية عشان الـ High Frequency Oscillators الـ Oscillators بتشتغل عند Frequency عالي فممكن نعمل Ring اشتغل بالجيجا او ممكن ممكن نعمل NC Oscillators اشتغل بالجيجا او ممكن طب ليه ما بعملش كذا لان هما بيكون الـ Quality بتاعتهم والـ Robustness بتاعتهم سيئة جدا بيكونوا عرضة للـ PVT Variations يعني ما بقدرش أضمن ان الـ Frequency بتاعته سبتة الـ Frequency بتتغير جمد جدا مع الـ Process والـ Voltage والـ Temperature وكمان كـ Noise وحنتكلم ان شاء الله على حتة الـ Noise اوما نتكلم على الـ Time Domain بنسميها الـ Jitter او اوما نتكلم على الـ Face Domain بنسميها الـ Face Noise الـ Jitter او الـ Face Noise بتاعتهم بتبقى وحشة جدا فبالتالي ما قدرش أستعملهم كده لوحدهم طيب ايه الحل اللي بقى بتاع المشكلة دي الحل هو احد الـ Concepts الخطيرة جدا 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 والمهمة جدا 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 سواء بقى في الـ Analog Design او في الـ Engineering او في الحياة بصفة عامة اللي هو الـ Concepts بتاع الـ Negative Feedback وهي حد درس Analog او درس Control اكيد تفاهم يعني ايه Negative Feedback فالحل ان انا عمل Negative Feedback Loop والـ Negative Feedback Loop دي هحط فيها الـ On-Shape Oscillator بتاعي اللي هو بيعرف يعمل Oscillation عند Frequencies عالية بس حقار ان الـ On-Shape Oscillator بتاعي ده بـ Precise External Reference مين هو الـ Precise External Reference او الـ Crystal Oscillator فانا هستعمل الـ Crystal Oscillator كـ Precise External Reference حقارن بـ On-Shape Oscillator بتاعي عشان اضمن الـ Quality بتاعت الـ On-Shape Oscillator تبقى قريبة من الـ Quality بتاعت الـ Reference Crystal Oscillator اعمل Multiplication الـ Frequency ان انا اكبر الـ Frequency واخرق Frequencies مختلفة اللي هي بنسميها بقى Clock Frequency Synthes ان انا أسنتيثايز clocks و Frequencies اعلى بكتير من الـ Reference فريقونسي بتاعتي وده يعتبر احد اهم الـ Applications بتاعت الـ PLL ان في حال الـ Applications بتاعت الـ PLL كتيرة نعمل ان لها applications تانية لكن احد اهم الـ Applications اللي احنا نركز عليه في المحاضرة وفي الـ Project هو الـ Application بتاع الـ Clock Synthes او ان انا يكون عندي Reference Frequencies صغيرة وقدر ان انا Synthesize Clock Frequencies كبيرة طيب تعالوا بقى نبص على Architecture بتاع الـ PLL هي بتتكون من ايه اول حاجة هنلاحظها طبعا ان انا عندي Negative Feedback Loop او Closed Loop System لو انا ما كانش عندي Feedback Path ده كده ممكننا بانا حنسمي الـ System بتاعنا انه هو Open Loop System لكن زي ما احنا ملاحظين الـ PLL هي عبارة عن Closed Loop System والClosed Loop System ده نوعه ايه هال Posted Feedback لا مش Posted Feedback نوع Negative Feedback عشان كهتلاقي الاشارة هنا مختلفة ده بلوس وده بمعنى ان الـ Block اللي هنا بيحسب الـ Error بيحسب الـ Error ما بين السيجنال اللي موجودة هنا وما بين السيجنال اللي موجودة هنا طيب ايه الـ Components اللي موجودة عندي في السيستم ده عندي زي ما احنا شايفين كده اربعة من Components Component اسمه Phase Detector Component اسمه Loop Filter Component اللي هو VCO Component Divider تعالوا نفهم كده احنا عارفين ان Negative Feedback Loop الهدف بتاعها ان هي Minimize Error وممكن زي ما قلنا Negative Feedback ده بنستعمله في حياتنا وممكن نضرب اي امثلة من الامثلة اللي احنا بنستعملها في حياتنا مثلا زي ما تيجي تتحكم في المياه السخنة مثلا بتعمل ايه بتحط سنسور اللي هو ايدك بتحطه تحت المياه والسنسور ده بيقيس حرارة المياه بتحس بالمياه مع كده يدي اشارة المخك بتحس بالأرر ما بين حرارة المياه لنزلة من حنفية وحرارة المياه اللي انت عايزها وبيزدع على حزبة الأرر ده تبدأ تاخد ان انت تجيب الحنفية ناحية الساعة شوية او ناحية السخن شوية لحد ما النجative feedback loop دي تمنيميز بمعنى الحرارة المياه لنزلة من حنفية تبقى بالزبط زي حرارة المياه اللي انت عايزها فده كده مثال النجative feedback system او لو انت ماشي على خطه مستقيم عينك هي السنسور بتقيس عن الخط المستقيم وتدي امر الرجلك او اليدك اللي ماسك بتاع العربية ان انت ترجع تمشي على خط المستقيم فتمنيميز الارور طب هي واحد درس برضو هيعرف ان النجative feedback loop وهي احيانا ما بتعرفش توصل الارور بزيرو هي بتصغر الارور اه بس ما بتوصلش الارور بزيرو ليه ان احنا لما نيجي ندرس النجative feedback بنحسل برامتر مهم جدا بنسميه اللوب جين ايه اللوب جين ده اللوب جين ده هو الجين اللي انا بشوفه لما امشي الارويند ده لوب لما لف لفة كده around the loop لفة كاملة around the loop لكني هقف هنا كده اهو وهلف around the loop هحسب كل الجين زي لانا بعدي عليها الارويند ده بنسميه اللوب جين اللوب جين ده لما يروح لانفينيتي ساعتها هحصل على static error static error بزيرو static error ده اللي هو ايه اللي هو الارور ما بين الايه ما بين الانبوت او الريفرنس وبين الفيدباك وكلمة static هنا معناها انت لو حد مستني لحد سنة قدام هو مش هيتغير ما بتغيرش مع التايم فيه بتكون dynamic وفي بتبقى يعني كل ما حستنى شوية وقت اكتر كل ما الارو بتاعي حيقل الستاتيك ايرو ده لا حيفضل موجود حتى لو انت استنيت الى مال النهائي فامت احصل على ايرو بزيرو قال لك لما اللوب جين بتاعك يبقى بيساوي انفينيتي طيب لو انا ما عنديش لوب جين بانفينيتي ساعتها هيفضل معك صغير طيب الستاتيك ايرو الصغير ده هيبقى ايرو عبارة ايه يعني ايرو فولتج ايرو مثلا ولا ايرو ولا ايرو لا في ال اختاروا ان ايرو ده يبقى فيز ايرو يبقى ما بين الانبوت فيز والفيدباك فيز فايدل هو الفيز بتاعي فانا عندي انبوت سيجنال هنا لها فيز وعندي فبطرح الفيز ده والفرق هو ده الفيز ايرو الفيز ايرو ده لما اللوب توصل هيكون بيساوي اللي هو انا مسميه هنا الاسلون اس ده الاستاتيك ايرو طيب حد حيسألني حد حيسألني طب ليه اختاروا الفيز يعني الفيز لوق لوب احنا قلنا من شوائي اننا الهدف اننا جنريت فريكنسي كبيرة لي مش بقارن الفريكنسي وبالتالي هي من اسمها اسمها فايز اللوكد لوب يعني باين كده من اسمها اننا حقارن الفيز مش حقارن الفريكنسي اننا اسمها فايز لوكد لوب بس ماش فريكنسي لوق لوب طب ليه عملوا كده تعالوا نفكر مع بعض كده انا لما يكون عندي سيجنل سينيسويدل مثلا تعالوا نجيب الألم واقول لك ان السيجنل بتاعتي بيساوي سين اوميجا تي اوميجا تي ده هو ده احنا بنسميه الفيز هو ده الفيز بتاعي فالفيز هو اوميجا تي فبالتالي لو انا جيت فضلت الفيز ده مع الفريكنسي فضلت الفيز مع التايم انا عسف هيديني ايه هيديني الفريكنسي فاللغة دي مهمة وعليح تاكها كتير في المحاضرة فتفاضل الفيز هو الفريكنسي طيب استفدت من المعلومة دي استفدت من المعلومة دي ان انا لو خدت المعدلة دي اللي هي بتقول لي ان الطرح ده هو اللي بنسميه ايبسولون اس اس دي معناها استاتيك طبعا لو فضلتها طبعا ماذا استاتيك بقى تفضل بتقول لي هيصوي كام هيصوي صفر طيب ايه بردو لانا استفدت لو استفدت لو لاحزت ان دي كده هي الانبوت فريكنسي ودي كده هي الفيت باك فريكنسي فلما انا خليت تحصل على الفيز انا كده ضمنت ان الفريكنسي هيبقى ديفرنس بينهم بساوي زيرو حتى لو انا عندي استاتيك ايرر حتى لو الو بجين مش بينفينيتي وهو دا اللي انا عايزه في الحقيقة دي زي الفريكنسي دي بالزبط بس لو انا عايز اخلي فريكنسي دي زي الفريكنسي دي بنزل يبقى الصاح ان انا مقارنش لده انا قارن عشان حتى لو في يبقى في الفيز ما يبقاش في يبقى عندي في investigري طب لا انا بقارن في او حسب البلوك ده بقى البلوك ده بيحسب البيحسب البياحسب الاهرور وهنشوف ازي يبي نعمله ده بيحسب الاهرور ما بين ايه و ايه بيحسب الاهرور ما بين الفلك والفلك ولا ما بين الفيز والفيز هو ده اللي بيحدد لي اللوب بتقارن ايه? فاحنا بنعمل كده بيحسب في الفيز عشان كده بنسميه فبالتالي الحاجة اللي هي بيكون ليها في الاخر هي مين? هي الفيز والحاجة اللي بتحاول تعملها هي مين? هي الفيز. طيب هايجي برضو واحد تاني يقول لي. طيب ما انا كده دمانت ان الفريكونسي دي بتساوي الفريكونسي دي. بس مش ده اللي انا عايزه. انا الهدف فتاقي ان انا اجنريت فريكونسي كبيرة اقول له ما احنا عشان كده عندنا البلوك بقى اللي اسمه ده ده. بيعمل ايه البلوك اللي اسمه الديفايدر ده اما لو انا هنا بدخل انفوت فريكونسي. وهو الانفوت فريكونسي دي انا اللوب هتضمنني ان هي بتساوي الفيدباك فريكونسي دي. او f feedback. وانا عندي هنا ده مش بيقسم رقم على رقم. لا ده فريكونسي ديفايدر يعني بيدخله في الانبوت بتدعه فريقونسي عالية ويخرج فريقونسي قليلة. فلو احنا خدنا مثال مثلا ان الانبوت بميت ميجا فبالتالي الفيدباك هنا لازم برضو يساوي ميت ميجا. طب لو انا قلت لك ان الديفايدر ده بيعمل ديفايد باي هندرد. بيقسم على مية. ده معنى ايه? عشان يخرج لي هنا في الاوتب بتاع ديفايدر ميت ميجا يبقى لازم يكون دخله في الانبوت اللي هو في الحقيقة هيبقى الاوتبوت بتاع البيلال لازم يكون جاي من هنا عشرة جيجا هيرتز وهو دعا انا عايزه بالزبط. انا عايز اطلع فريقونسي كبيرة. انا عايز اعمل ملتبليكيشن للرفرنس فريقونسي. طب تعالوا نسأل سؤال. هو انا ازاي يعني خرجت عشرة جيجا يعني انا جات منين. معين عشرة جيجا دي عشان تيجي. لازم تيجي من يكون هاي فريقونسي والاوسيليتر ده هو بتاعي. معناها فولتج كنترول الاوسيليتر. الاوسيليتر بتحكم فيه عن طريق كنترول فولتج. فالاوسيليتر ده هو اللي مخرج العشرة جيجا. الله طب طب ايه لازم يكون لها طالما الاوسيليتر كهو اللي بيخرج العشرة جيجا. ما احنا قلنا المشكلة ان الاوسيليتر ده مش بيكون روبست. يعني بيكون وبيكون النايز بتاعته عالية. يعني لو انا عايزه يخرج مثلا عشرة جيجا مش عارف ازبطه. ممكن مرة يخرج تسعة. مرة يخرج تمانية. مرة يخرج حداشر. مرة يخرج اتناشر. لكن لما انا حطيته في اللوب بالشكل ده. انا ضمنت ان هو يورث كل بتاعت الريفرانس. اللي هو جاي من الريفرانس تانية ما تنسوش. جاي من الكريستل بتاعتي. فهو هيورث كل الكريستل. الكريستل بيكون لها very high precision و very low noise. طب انا ليه برضو مخدش الكريستل على طول ما احنا قلنا بقى عشان الابليكيشنز بتاعتي محتاجة عالية. احنا بنرن البروسيسورز بتاعتنا عند عالية. وبرن الار اف سيستمز الواير للسيستمز اللي احنا بنستعملها عند عالية. فالمية ميجا ليه مش كفاية بالنسبالي. انا بحتاج في الرينج بتاع الجيجا. طيب عندنا برضو سؤال كمان. دلوقتي احنا اتفقنا ان انا حيبقى في الفريكونسي بزيرو. حتى لو عندي في الفيز. طيب هل ده معنى ان انا مش محتاج لوب جين كبير? ان اي لوب جين هيبقى مناسب وخلاص? لا في الحقيقة احنا في بقى كتير. بنبقى عايزين الفريكونسي بزيرو. وبنبقى عايزين كمان بزيرو. الله بس احنا ان الفيز ارر مش هيكون بزيرو. غير لما اللوب جين يبقى بانفينيتي بنعملها. وهنشوف بنعملها ازاي فعلا بنخلي اللوب جين بانفينيتي. عشان نخلي الفيز ارر بتاعنا بيساوي زيرو. يبقى انا راجع كده على البلوكس الاساسية اللي معايا في البي الليل. يبقى عندي هنا الفيز ده اللي بيحسب الارر في الفيز ما بين الريفرنس وبين الفيتباك. عندي الاوسليتر ده اللي بيخراج الفريكونسي اصلا وده فولتش كنترول. عندي الديفايدر ده عبارة عن فريكونسي ديفايدر. اخر بلوك هو اللوب فلتر. بيعمل اللوب فلتر ده. الفيز ديكتور في الغيرب بيخراج لي الارر في صورة والبالس دي لو دخلت على الفيز او مباشرة معناها ان الفريكونسي بتاع الفيز او هتبدأ تتغير بشكل عنيف بشكل ابرابت وانا مش عايز كده. فهدف اللوب فلتر ان هو اكله بيحسب لي ويطلع لي هنا سموث سيجنل. عشان اللي سموث سيجنل دي هي اللي تتحكم في الفيز او بالراحة كده. وتخليه خرج لي الفريكونسي انا عايزها بفريسيشن عالي ما بيعتمدش على ويب نويز قليلة. زي ما قلنا ان هو هيورث بتاعت الكريستل. فاللوب فلتر ده بنقول هو اللي بيتحكم في اللوب دايناميكس. هو اللي بيحدد بتاع اللوب ويعمل فيلترينج للفيز ارر ويحدد لي بتاعت اللوب زي ما حنشوف مع بعض. طيب عشان برضو نربط الكلام ده بدراستنا للانالوج ديزاين. اللي في الحقيقة شبه جدا اللي احنا كنا يعني ناخدها من زمان وعارفينها كويس قوي. برضو هي عبارة عن نيجاتيب فيدباك سيستم. نكتب فيدباك سيستم هنا بيقارن بقى الارر في الفولتج. حقارن الارر ما بين الامپوت والفيدباك 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 وزي ما احنا عارفين كنا دايما بنفرد وحنا بناناليزو بقى بسيركتس ان الارر ده بيساوي صفر. ا Guinness نتورك قلوب بالتالي الفيدباك كنه بساوي الاموت و كنا بنقول ايه لو احنا برضو نفتكر كنا بنقول إن الconced loop gain بساوي الايه على وان بلاس بيتا ايه والايه ده كبير اللي هو هيبقى الان بتاع الايه فبالتالي أقدر أنه اهمل الواحد و لما اهمل الواحد الاتير مع الايه ويديني وان اوفر بيتا وان اوفر بيتا ده اللي هو معلوب الفيدباك نتورك فالfeedback network هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن voltage divider بتاخد Vout وتطلع منه حتة اللي هي الفيدباك هي دي البتا في العقية عبارة عن voltage divider فاللي بيحصل ان close loop response بتبقى عكس الفيدباك فانا هنا الفيدباك بيعملي attenuation او بيعمل voltage divider يبقى system ده كده كله على بعضه هيعمل لي العكس هيعمل لي amplification حيدرب فالfeedback network بتصغر الفولت لكن هيعمل مقلوب الانفرس بتاع اللي هي عملية وزي ما احنا عارفين بيبقى الجن هنا لو انت حسابت البيتا هتلاقي الجن هو بالزبط اللي هو تقريبا بيساوي واحد بلس ارون على ارتوب طب دلوقتي في في العلم انه بعمل نفس الكلام بالزبط بس بعد زي ما قلنا المقارنة بتتم في الفيز مش في الايه مش في الفولتج بعمل نفس الكلام بالزبط الازي ان انا عندي في الفيتباك باس عندي فريكوانسي ديفايدر عندي هنا فريكوانسي ديفايدر ان هنا كان عندي فولتج ديفايدر فكلوز دلوب هو فولتج امبليفاير هنا عندي في الفيتباك فريكوانسي ديفايدر ففي الكلوز دلوب عندي فريكوانسي ملتيبلاير فبيطلع في الاخر لو انا هنا بديفايد باي ام هيطلع في الاخر عندي ان الاميجا قاوت بتساوي ام مضروبة في اوميجا ان واكن الكلوز لوب جين بتاعي هنا طبعا الكلوز لوب جين هنا اللي بتكلم بقى مش اه مولت على فولت لأ بتكلم فريكونسي على فريكونسي هيساوي واحد على البيتا اللي هي هتساوي الام ده بتاعي اللي حضرب في الامبوت فريكونسي وهيبين لنا الكلام ده كله ان شاء الله بالتفصيل وهنا اه انا بستعمل ارسي فلتر بسيط قوي لكنه هو اللوب فلتر بتاعي الديفايدر ريشي بقى انا بنستعملها في البي اللي اللي هنا بيسموها اسم يعني اجيب شوية بيسموها الموديولس فبسموا الديفايدر ريشي دي الموديولس وزي ما قلنا انا بعمل فريكونسي ديفايدر كده وبعمل فريكونسي ملتيبلاير في الكلوز لوب زي ما هنا كده البيتا اللي هي بتساوي ال في فيتباك على ال في اوت هتبع عبارة عن ايه؟ تبع عبارة عن فولتش ديفايدر ار اتنين على ار واحد بلس ار اتنين اه ده كده فولتش ديفايدر اتنيو ويتور لما قلبي كده اهو لما قلبي كده هيطلع لي مين هيطلع لي او بتاعي ده بدلوقتي عندنا يعني مشكلة واضحة جدا قدامنا ان السيستم بتاعنا ده في الحقيقة يعني ليه ميكسد سيجنال سيستم لان ال في سي او هتخرج الكلوك انا انا اعتبر ان انا خارج معايا كلوك والديفايدر ده فريكونسي ديفايدر هيخرج الكلوك فهنا عندي ديجيتال سيجنال وعندي ديجيتال سيجنال والسيجنال دي لارج سيجنال طبعا زي ما احنا عارفين يعني كلوك يعني من زيرو الوان والفيس ديتكتور ده مفروض ان هو حيقارن الارر ما بين الفيس ده والفيس ده وهيجي له فلتر يفلتر لي طب ازاي هعمل انالسيس لسيستم زي ده السيستم زي ده اعمله انالسيس ازاي عشان نعمل انالسيس لسيستم لازم نعمل موديلنج للكمبوننس بتاعت السيستم ونعمل موديلز نبدأ بموديلز بسيطة ابسط موديلز ممكنة دايما احنا كديزاينرز لازم نبسط الموديلز اللي معانا الاول عشان نفهم الاوورول سيستم بهيفير وبعد كده نبدأ ندخل الان ايديالتز والان امبريفكشنز والسيكند اوردر ايفكتز حتة حتة احنا لو دخلنا كل الكمبليكست مرة واحدة مشان نعرف ما نديزاين ولا نوبتمايز ولا نفهم السيستم بتاعنا بلازم نبدأ بموديلز بسيطة واديالايزد كده نفهم بها السيستم وندرسه وبعد كده نبدأ ندخل الايم نبدأ ندخل واحدة واحدة. نفهم كده بتاعتنا دي. لو جينا على الفي سي او. الفي سي او هو عبارة عن ايه? يعني ايه? يعني بلوك هو اصلا مفروض اوسيليتر. الاوسيليتر معناها ايه? معناها ان هو بلوك بيخرج اوتبوت بدون ايمبوت. جاست ان انا بالتديله هو مخرجلي على طول الاوسيليتر. parody الاسيليتر دي mمكن اقول ان هيا ساين ويف او ان هي على فكرة ما تفرقش. سوا هي ساين ويف او سكوير ويف. في الاخر انا مهتم باي. انا مهتم ان انا عندي معيينة. والبريود دي هي مقلوب الفريكنسي. نفس حكايا هنا مسلا انا عندي المعيينة. والبيريود دي هي مقلوب الايه? مقلوب الفريكنسي. وتحولت على فكرة ان انا لو عندي ساين ويف. ولو حولها لี่و الموضوع بسيط. جسط هحط اكني هحط. هحيقول محاول هاي على طول لسكوير ويف. طيب دلوقتي. الاسرائط الابتاني ده عشان نخليه بعمل ايه? بخلي ان انا عندي هنا بس مش مش بقى بقى سيركت تاخده وتكبره. لا الانبوت ده بنسميه كنترول فولتوش. في كنترول. الانبوت ده هعمل لي ايه? هيتحكم لي في الاوتبوت فريقونسي. طبعا نخد بالك ان الفريقونسي ممكن نعبر عنها بالف او ممكن نعبر عنها بالاميجا. حيث طبعا الاميجا هي بتساوي ومتنساش الفاكتور بتاع ده عشان في ناس كتيرة اه بتنسيه. طيب. فانا هقول ايه? هقول ان بتاعتي هتبقى فانا هنا عندي اميجا. دي اللي خيجالي من هنا. هتبقى بتعتمد على كنترول فولتوش. لك انها بتساوي طبعا ده بس زي ما انا بديم ده واحدة واحدة. انا عندي ما بين الاميجا وبين الفيو كنترول. دي اكن السابت التناسب هو هنسميه اكنه وهو طبعا غريبة قوي ان احنا نقول انا مش بكبر الفولت بس ما جازا يعني بنسميه وطبعا ده هيبقى لي وحدة فريكوانسي على وولتج. وبينطيله رمز الكي في سي او. انا هفترض ان انا خارج عندي ساين ويف بالشكل ده. اهي. زي ما قلنا بتاعت الساين اللي هي الاميجا تي ده اللي بنسميه الفيز الفاي. فبالتالي الفاي بتسوي اوميجا تي. فبالتالي تفاضل الفيز هو الاميجا. والاميجا احنا لسه قيلين انها بتساوي كي في سي او في كنترول يبقى الاميجا بتسوي كيف سي او في كنترول. يبقى في الحقيقه هنلاحظ هنا لو انا عايز اجيب الفيز انا محتاجة كامل للمعادلة دي بقتفاضل الفيز هو كيف سي او في كنترول. يبقى لو عايز اجيب الفيز عملية حامل عملية تكامل. وعملية التكامل لما احوولها بقى ل الاس دومين احنا عارفين احنا بنحول اي سيستم بنحوله للس دومين عشان احنا عارف ادراسه بقى بطريقة وكل بتاعت اه البلاس. فلو نجي تحول للـ S domain التكامل لما نحول الـ S domain temu عبارة عن إيه عبارة عن S ماهلا S ماهلا S نعرفين التفاضل أنضرب في S والتكامل S ماهلا S والأقوى حاجة في LPLUS إنه هو بيحول لك المعادلات التفاضلية والتكاملية إلى معادلات جبرية بيحول لك عملية التفاضل إلى ضرب في S وعملية التكامل S ماهلا S فبقى تحولت المعدلات بتاعتي إلى معادلات جبرية وده بيسهل جداً التعامل مع السيستم ان انا احلل السيستم بتاعي واجيب الـ response بتاعته. فبالتاقي اما انا احول الكلام ده الـ plus domain هلاقي ان الـ file بتاعتي على الـ V control دي الـ response بقى بتاعت السيستم. اكين الـ VCO بتاعي ده اكين الـ output بتاعه ده هتبرن هو الـ phase. احنا قلنا اللوب كلها في الـ PLL بتشتغل على الـ phase. والـ input هو الـ V control. فرا انا عايز اجيب الـ transfer function بتاعتي. transfer function هتبقى عبارة عن ايه? هتبقى عبارة عن الـ output بتاع السيستم as a function of S. مقسوم على الـ input بتاع السيستم as a function of S. فالـ output هنا هو الـ phase. والـ input هو الـ V control. هتبقى علاقتهم ايه? KVCO على الـ S. اللي هي علاقة تكامل في الحقيقة. نقولنا الـ S مع الـ S هي تكامل. عشان كده بنقول ان الـ VCO الموديل بتاعه وببساطة انه هو عبارة عن integrator. integrator. والـ integrator ده لو بصلنا على transfer function هنلاقي ان هو ما عندوش zeros وعندو بولز وان البول بتاعه موجود فين? موجود عند S بتسوي صفر يعني البول موجود عند الـ origin. طب عايزين نفكر بقى هي الـ phase signal دي احنا بدور ان هي الـ output بتاعنا. هي بتسوي ايه اصلا? طب احنا لو احنا جبنا نبص على الساين ويف دي. احنا عارفين ان انا ببدأ من phase zero. والـ phase بتاعي بيزيد 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 لما وصل الـ half cycle هيبقى الـ phase بيساوي باي. ولما وصل الـ complete cycle هيبقى الـ phase بتاعي بيساوي 2 باي. وهجزة هفضل مكمل بالشكل ده. فهو ده الـ phase بتاعي ببساطة. يعني الـ phase بتاعي ببساطة بيساوي فهي دي هي الـ phase signal. لان انا بقول ان هي الـ output بتاعي. والـ ملاحظة اللطيفة ان التفاضل بتاع الـ phase signal دي اخد بقى ده خط مستقيم. مين انا ده خط مستقيم صحيح. الواحد يقول ليه الله طب ليه خط مستقيم. عشان التفاضل بتاع الـ phase هو الـ frequency. وطالما انا عندي frequency سابتة. هقولناك كلام ده اهو. تفاضل الـ phase هو الـ frequency. وطالما انا عندي frequency سابتة يبقى تلاقي الـ phase بتاعي بيزيد بشكل linear بالشكل ده. linear phase. والسلوب بتاعه هو frequency. فعلاقة الـ phase بالـ frequency هي ببساطة علاقة التفاضل اللي احنا شايفين هدي. الـ omega هي تفاضل الـ phase. لو انا فضلت الـ phase بتاعي. يبقى هادي الـ frequency. طالما انا عندي phase linear. يبقى frequency سابتة. يبقى انا هنا بعمل oscillation بـ frequency سابتة. طب لو frequency تغيرت. يبقى حلاقي ايه اللي بيحصل. حلاقي ان الـ slope بتاعي تغير. احنا قلنا الـ slope هو frequency. فانا عندي هنا مثلا two sinusoids. واضح طبعا مثلا ان هنا V2 اسرع من V1. يعني V2 الـ period بتاعتها اصغر. الـ period اصغر معناها الـ frequency بتاعتها اهلة. فحنلاقي من الـ phase بتاع في اتنين اسرع بيزيد اسرع من الفيز بتاع في واحد. اللي هي بنسميها الـ phase accumulation. phase accumulation التراكم الفيز. الفيز هنا اعمال يزيد 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 يزيد. ده كده الـ phase accumulation. فحنلاقي في اتنين بيحصل له accumulation اسرع من في واحد. وده بسبب ان V2 اسرع من ايه? اسرع من V1. فلو انت فكرت فيها ببساطة ان تفاضل الفيز هو الـ frequency. هتفهم علاقة الفيز بالـ frequency مباشرة. طب انا هنا مفترض ان الـ frequency بتاعتي سابتة. يعني الاسود ده frequency سابتة. فالتالي خطنا مستقيم. الرمادي برضو frequency سابتة. فبرضو خطنا مستقيم بس بسلوب اكبر شوية. انه زي ما اتفقنا الـ slope هو هيبقى الـ frequency. فالسلوب هنا هو omega 1. والسلوب هنا هو omega 2. وزي ما واضح من قدامنا كده omega 2 اكبر من ايه? اكبر من omega 1. طب لو الـ frequency بتتغير. طب الـ frequency هتتغير ليه? ما الـ control voltage لو اتغير زي ما اتفقنا. مفروض ده مباشرة يروح يغير في مين? يروح يغير في ايه? فتعالنا افترض ان الـ control voltage بتاعي بيتغير. بيتغير في شكل سكوير ويف. فبالتالي الـ frequency هي كمان هتتغير في شكل سكوير ويف. يعني ايه frequency تتغير? لان مرة تكون frequency بطيئة اهي. بعد كده لما اذهب كده اوميجا 1. بعد كده لما اروح لـ omega 2. حلق مثلا frequency بقت سريعة بالشكل ده كده. بعد كده ارجع لـ omega 1. frequency ببطيئة اهي. بعد كده اروح لـ omega 2. frequency بقت سريعة. فانا كده بغير في الـ control voltage. فده بيغير لي في الـ frequency. فده بيغير لي في الـ period بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. بس احنا قلنا بقى. انا في الـ phase lock the loop. انا مهتمة بالـ phase. الـ phase حيبقى شكله عمل ازاي. الـ phase signal شكله عمل ازاي. الـ phase signal. ساعتها بقى مش هتبقى خط مستقيم. هتبقى piecewise linear. يعني ايه. انا عينها عندي constant frequency. فحيبقى عندي هنا خط مستقيم. اهو. بس هنا frequency غيرت. بس برضو constant. هيبقى عندي هنا خط مستقيم جديد. بسلوب جديد. رجعت للـ frequency الاولانية. رجعت للخط المستقيم الاولاني. فكل piece هنا عبارة عن linear. هنا piece linear slope بتاع اوميجا 1. هنا piece linear slope اوميجا 2. هنا piece linear slope اوميجا 1. هنا piece linear slope اوميجا 2. عشان كده بنسميها piecewise linear. وهنلاحظ بقى زي ما كنا بنقول. ان لما frequency تبقى بطيئة. الفيز accumulation يبقى بطيء. زيادة الفيز تبقى بطيئة. لما frequency تبقى سريعة. الفيز accumulation يبقى سريعة. بقى جاءة فيز accumulation بطيء. بقى كده فيز accumulation سريع. فتغيير control voltage بيغير في الفيز. وبالتالي بيغير في الفيز. اه accumulation. فنطلع من هنا بثلاث ملاحظات مهمين. اول ملاحظة مهمة ان frequency هي ال slope بتاع الفيز. ثانية ملاحظة مهمة ان ال high frequency معناها faster phase accumulation. الفيز بيحصل الى accumulation بشكل أسرى. ثالث بقى ملاحظة مهمة زي ما دفعنا ان ال VCO ببساطة. الموضل بتاعه عبارة عن integrator. فعلاقة الفاي من V control هي علاقة integrator. ويمكن الكلام ده اوضح لنا قوي من هنا. لانا عندي هنا زي ما احنا قلنا بقى ال omega واخدنا لطس شكل في في كنترول. فال في كنترول او ال omega شكل square wave. لما اكامل ال square wave. اكامل ال constant تطلع لي خط مستقيم. فده كده اكده هو التكامل بتاع الايه? بتاع ال square wave بتاعتي او التكامل بتاع ال V control. عشان كده بنقول ان ال VCO هو عبارة عن integrator. طب تعالوا نشوف بقى ال PLL كده على بعضها هتشتغل ازاي? يعني احنا كده فهمنا شوية كده ال VCO. بتاعنا نحط ال VCO ده بقى جوة اللوب كده. ونفهم اللوب response هتبقى عامل ازاي. هنا for simplicity. اه حطت الفيدباك يونيتي. يعني ايه? يعني اكامل ال divider اللي انا حطه هنا بتاعه بيسوي واحد. فبالتالي هيحصل ايه? بالتالي مفروض ال V out هتساوي ال V in. احنا طبعا قلنا ان انا في الطبيعي ايه? بعمل عملية frequency multiplication. لكن احنا هنا just for simplicity والconcept هو هو مش هيتغير يعني. طب تعالوا نفهم بقى يعني ايه بقى اللوب تشتغل وازاي بقارن الفيز والكلام ده. طب دلوقتي ادي ال V input مسلا. وهدي ال V output. ال V output جاي منين? جاي من ال oscillator. ال oscillator ممكن يكون ليه phase مختلف. ممكن يكون ليه frequency آآ مختلفة. وانا الهدف بتاعي ان انا خلي ال V out يفولو يفولو ال Vm. طب دلوقتي انا عملت ايه? انا افترضت في الاول ان هما الاتنين ما شم مع بعض. وبعد كده حصل phase step. يعني ايه phase step? يعني ادي ال input phase اهو مثلا. ده كان ماشي بfrequency معاينة اهو. احنا عارفين ان كل cycle two pi. في مفروض ال phi one كل cycle بيزيد two pi. فجأة ام الفيز هنا زاد. اكني قمت سابق وجبت اول cycle بسرعة. اكني في حتة سرقتها من cycle بتاعتي. في معناها ان الفيز عمل jump هنا اهو. الجمب اللي حصلت في الفيز دي. حصلت في مين? في ال input phase. طب مفروض اللوب عايزة تعمل ايه? مفروض اللوب عايزة منه ما عايز ال error. فمفروض اللي يحصل ان بتاع هو الاول كان ماشي مع ال input. يبدأ يزيد 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 لحد لما يوصل ان هو زي بتاع ال input. طب ده حيحصل ازاي في الحقيقة? يعني ازاي اللوب اصلا بتحس بالفيز. احنا عارفين ان في الاخر بتحس ايما بالفولت ايما بالcurrent. فيش حاجة اسمي يعني. بتحس ايما بالفولت ايما بالcurrent. اه بس انا بخلي بتاعي او الcurrent بتاعي معبر عن الفيز. ازاي? تعالوا نبص مع بعض. دلوقتي ادي ال vn. ادي ال v out. لو ال two in phase يا شباب. لو الفيز error بزيره معناها ان ده بيطلع فوق. في نفس الوقت ده بيطلع فيه فوق. هما الاتنين بيبدأوا مع بعض بالزبط. ساعتها نقول ان الفيز error بزيره. ساعتها كان زي ما احنا شايفين هنا كده. بتساوي ال v out. احنا زي ما ادفعنا انا عايز الفيز error بزيره. انا نفسي في كده. وعايز الفريكنسي error برضو بزيره. يعني عايز الفريكنسي دي زي الفريكنس دي بالزبط. معناها ان ده لما ييجي يطلع السايكل اللي بعدها. ده برضو هيطلع معاه بالزبط في نفس اللحظة. خد بلك ان لو بزيره ده بيستلزم كمان بزيره. زي ما احنا شايفين. تمام? طيب. انا عندي هنا مين بقى الفيز دي تكتور. بيعمل ايه الفيز دي تكتور ده? المفروض ان هو بيحسب الارر ما بين الفيز ده والفيز ده. ازاي? ببساطة. لكنه هيحسب الفرقة ما بين الرايزنج اتج ده. والرايزنج اتج ده. فهنا لما جاي يحسب لع الفرقة او المست بزيره. فالبالس دي يعني البالس دي اكنك مخرج بزيره. دي كده انا مش مخرج حاجة خالص. تمام? عشان كده ده مسلا مطلع عليه اكيدنا مفيش اوتبوت. اهو. ده بيعمل ايه? بيحسب الافرج. عارفين البيحسب الافرج. اكيدنا بيحسب الديسي كومبوننت بتاع السيجنة. لما حصل في الامبوت. الامبوت ام سبع فجأة كده. بقى في فيز ارر. يعني في فيز ارر. يعني ده بتاعه جيه. وصاحبنا التاني الاوتبوت لسه الرايزنج اجه ما جايش اهو. في سهي احسب الفرق ما بين الرايزنج اجه ده والرايزنج اجه ده. اهو. ده كده الفرق. عكي انه ده. الرايزنج اجه ده كده الرايزنج اجه البتاع الامبوت. خلى الاوتبوت بواحد وبعد كده لما الجي الرايزنج اجه بتاع الاوتبوت رجع الاأبوت بزيرو. فبقت الét bihpume. ال emotional defense lily ببقى ايها فولت. زي ما انا بيحصل البالس دي بقيت معبرة عن ما بين الوحاب والاوطن. بقت تعبر الوحاب سابع اي لابت عده. يخد بالك. كلما بالس دي حصل لها ايه? كل ما بالس دي هتكبر. اللوباس فلتر ياخد بقى البالس دي ويحولها الى ايه? ويحولها الى يزود الفولت. لما اللوباس فلتر يزود الفولت معناها ان عندما ان трanner زوج من الم listsي او حيزود الفريكونسي لما الا simplemente يزودد الفريكونسي بتاعته وده معناه ايه المِن السلوبتين هنقولها الفيز معناها اني مسلوب تاعة وهو هو الeny المذابت принسي زادت معناها ان الفيز الاسلوب بتاعه بردو حيزيد فالفي اوت السلوب حيزيد فيزيد ليه عشان يحاول يحصل لفي ان خد بالك ان eventually ان حصل عندي هنا phase step بس ال frequency still هي هي فانا مش عايز frequency تتغير عشان كده مفروض ال omega out حتزيد 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 بعد كده ترجع تاني زي ما كانت لان omega in اصلا ما تغيرتش واللي حصل عندي ان حصل فجأة كده step في الفيز لكن frequency او ال period بتاعتي هي هي فاللي حصل هنا من phi out اللي slope بتاعه زاد عشان frequency زادت عشان V control زاد لحد لما phase error بقى بزيره لحد لما output حصل ال input او كده phase accumulation بيحصل بسرعة فالoutput عمالي يجري بسرعة 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 عشان يحصل ال input والphase error هو زي ما انتوا شايفين كده عمالي L L L L L L L L L يرجع تاني ال error بزيره ولوباس فلتر يخرج زيره والوميجا اوت ترجع تساوي تاني الوميجا n ويرجع two phases تاني لهم نفس السلوب وكده انا وصلت تاني من ال PLL بقت locked فانا هنا كنت بادئ ان انا locked بعد كده حصل phase step فحصل dynamic error او ال error ده كده ده اللي بنسميه كده dynamic error ال dynamic error راح يععد L L L L L L L لحد لما وصل لل lock state بتاعتي ووصل لل steady state ويرجع تاني ال phi out يفولو ال phi in خد بالك هنا ان ال vpd ده 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 الاوتوب بتاع الفيز ديكتور زي ما احنا شايفين كده خارج في صورة pulses زي ما ادفعنا ال pulse دي ما عرفش دخلها على VCO مبشرة لو دخلتها على VCO مبشرة حلاقي ان VCO هو output frequency بتاعتي بقد برضه بتطلع وتنزل بشكل ابرط وانا مجbright كده وعشان كده بيجي بقى دور اللوباس filler هنا اللوباسảoiziert ده هو اللي بيتحكم بقى في loop deynamic بتحكم في سرعة Antrag يعني هنا انا هRecover ازي من الفيز ادar ده هي بيبدأ بقى ده ده ويخرج بيطلع بشكل Zo ما احنا شايفين كده وينزل برضه بشكل وهو ده الليawsze يتحكم لي في وطبعا ده يعني ده معناه ان انا مش هقدر ان انا اماتش على طول هيبع عندي بس ده ضروري عشان اقدر اتحكم زي ما قلنا في بتاعت اللوب واقدر اتخلي السيجنل اللي جاية هنا على هي سموث سيجنل وهنا فيه مهمة قوي 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 وهو ان احنا كنا من شوية طبع انا ما عنديش هنا سيجنل لا الساعتigne انا اقول ان انا عندي سوجي سجنل testing for small signal انا ان احنا عرذي ان انا احنا بنستعمله مع linear system ولا هي اصلا ان linear بس احنا بنعملها LP低 justification انا na FBI ederitious طب انا ما عنديش هنا سمود سيجنال تشينج انه عندي هنا هو لارج سيجنال تشينج ده عملي رزع اهو 010101 اهو دور بقى اللوب فلتر ده انه هو بيحول لي اللارج سيجنال تشينجز دي الى ايه الى سموث سيجنال بتتغير بالراحة فاقدر ان انا اخد السموث سيجنال دي والينيرايز السيستم واعتبر ان السيستم بتاعي لينير فانا كده عاكني محنسة اللي هو بيرزع ده وحاخد بتاعه اللي خارجلي من هنا وهعتبر ان السيستم بتاعي زي ما ايه زي ما حنشوف بس عشان الكلام ده يحصل لازم اكون ضامن ايه نكز بقى في الحتة دي لازم اكون ضامن من البندويتز بتاع اللوب فلتر بتاعي ده الاميجا لوب فلتر يكون اصغر بكتير من الامبوت اللي دخلي انا دخلي هنا امبوت بفريكوانسي سريعة لو انا اللوب فلتر بتاعي ده وفي الاخر الامبوت بفريكوانسي سريعة ده عنده فاندامنتل مسلا موجود هنا اهو ده الاف امبوت مسلا اهو لو انا اللوب فلتر ببندويتز بتاعه كبير يبقى الاف امبوت هتخرجلي زي ما هيه يبقى هلاقي ببالسز خارجلي هنا ده اعنا مش عايز كده انا عايز اللوب فلتر ده يبقى الباندويتز بتاعه صغير عشان يفلتر البالسز دي ويخرجلي سموث سيجنال يخرجلي الافريج في الاوتبوت انا كاني زي ما قلت بحسب الايه بحسب الافريج فانا عايزه يعملي فلترينج لأبرابت تشينجز او السبارز او البالسز اللي جايالي بالفريكوانسي بتاعت الامبوت فده بيستلزم الشرط ده وحنشوف الشرط ده قدام وعلامة اصغر بكتير ده في الاقل بناخد فاكتور فتن يعني بناخد فاكتور فتن از اريز نابل ستارتنج بوينت على الاقل ان انا يكون اللوب باندويتز بتاعي على الاقل اصغر عشر مرات من الامبوت فريكوانسي بتاعتي وده اللي بيساعدني بقى ان انا السباري بتاعي طب احنا هنا شوفنا الراقل بتاعت السبار لو حصل عندي step في الامبوت فايز بتعالوا نشوف مثلا لو حصل عندي step في الامبوت فريكوانسي يعني ايه. يعني كان الامبوت بتاعي ماشي بفريكوانسي اوميجا 1 فجأة الامبوت فريكوانسي ده غيرت مثلا بقت اوميجا 2 طب ده تاني برضه هيترجم الايه. تعالوا نفكر مع بعض ما ييترجم لإنه الأول كان بي زيد إلي هيا سيقولنا بي حصل لإكيوميليشن تراكم الفيز زيادة الفيز كانت بتزيد بريتةbenجا1 بسلوب Hawk1 بعد كده الانبوت فيز بقى يزيد بسلوب بساوي Omega2 طيب ده معنى إيه معنى هول السلوب بتاعي زاد طيب معنى ان الفيز بتاع الانبوت بقى سيابق الفيز بتاع الOutput الOutput لسه مش داريان الOutput لسه كده كان ماشي وزي ما قلنا اللوبس فلتر بيفلتر لك فبتالي بيعمل some sort of delay فالاوبت كان اول مش داريين بعد كده الاوبت لا ده صحي وعايز يلحق عشان يلحق لازم يزيد بسلوب اعلى يبقى لازم الفريكونسي تزيد طب ده حيقى ليه فريكونسي حتزيد عشان الفريكونسي هنا تزيد يبقى لازم الفولتر يدخل هنا على الفيسي او يزيد طب ليه الفولتر حيزيد الفولتر حيزيد لان الفيس ديكتور حيبدأ يخرج بالتسز طب ليه حيبدأ يخرج بالتسز عشان الانبوت بقى سريع اهو فلما الانبوت بقى سريع بقى رايزينج اجي بتاع الانبوت بيجي قبل رايزينج اجي بتاع الاوتبوت فبالتالي بقى يخرج عندي بالتسز اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو بقى يخرج عندي البالتسز دي فحييجي اللوبتس فلتر بتاعي يفلتر ريتاني البالتسز دي ويخليها smooth يتحكم تاني زي قلنا في اللوب دايناميكس بيحول لي السيستم انه هو كان discrete time non linear system لكنه بي ايه لكنه بنعمل approximation ان السيستم بقى continue was time linear system ويبدأ يخرج smooth voltage بيزيد اهو يتحكمني في الفي سي او الفي سي او الفريكونسي بتاعي تزيد شوية اهي فالسلوب داي زيدي 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 زيد لحد لما يحصل الفاي امبوت لما يحصل الفاي امبوت ساعتها انا كنت تبادئ بقى اميجا قاود بتسوي اميجا وان لما هنا الاتنين حصلوا بعض يعني بقى ليهم نفس السلوب اللي هو اميجا تو يبقى ساعتها اميجا اميجا اوت هتساوي اميجا تو يبقى انا كده رجعت تاني وصلت وده كان ارور بتاعي قاعد يصغر 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 لحد مما الاتنين رجعوا بيماتشوا بعض يعني هنا طبعا مفترض من عندي لوب جين كبير اوي 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 فبتالي عندي ستاتيك جين صغير اوي 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 عشان كده زي ما احنا شايفين الفاي اوت في واحد هنا ممكن يلاحظ بقى ملاحظة جميلة ويقول لي تم انا دلوقتي لما ارجعتني للوق ستات ويرجع الفيس ديكتور مخرج الزيرو بالس دي يبقى انا كاني مخرج زيرو فولتج فكده اللوباس فلتر ده لكنه برضو حيخرج زيرو فولتج طبقى ومال ازاي الفي سي او بقى فريكنساته مزبوطة فعلا ملاحظة مهمة اوي ولطيفة ودي مشكلة حقيقية وحنشوف الحل بتاعها قدام ان شاء الله طيب دلوقتي احنا كنا عملنا نجليكشن للفريكنس ديفايدر وكننا نشايلين وخالص فرض ان انا عندي يونيتي جين فيدباك طب هو لما نحطه عايزين برضه هو كمان نعمل له ترانسفر فانكشن عشان عارف ندريس السيستيم تعالوا نفكر هو ايه الديفايدر ده يعني الترانسفر فانكشن بتاعته عبارة عن ايه ينفع اعمل ترانسفر فانكشن للديفايدر اه ينفع واي نوت تعالوا نبص كده مع بعض انا عندي هنا ايجزامبل بعمل ديفايد باي فور يعني المونديرس بتاعي هنا بيساوي اربعة وده الوسيلاتور فريكنسي ده اللي هو الفي اوت بتاع اللوب كلها وده الفي ديف اللي هو الات بتاع الديفايدر ده اللي هو زي ما تفعلنا هو الفيدباك سيجنال بتاعتي لو جيت ارسم الكلام ده في التايم دومين عيدي الفي اوسيلاتور بيخرج فريكنسي معينة فريكنسي ديفايدر معنى انه بيقسم الفريكنسي بيقسم باي فور معناها ان كل الاربعة سايكلز من الامبوت هو حيطلع لي وان سايكل بس وابسط ممكن نعملها عن طريق ديجيتال كاونتر اكيد خدتوا كلام ده فيه كورسات اللوجيك او كورسات الديجيتال اقدر اعمل ديجيتال كاونتر يحقق لي اللي ايه الوظيفة دي بس طبعا في الاكتوال ديزاين طبعا بنستعمل حاجات اعقد بكتير من السيمبل ديجيتال كاونتر وده بسبب ان الفي اوسيلاشن دي تبقى فيه هاي فريكنسي في ال避رياء فريكنسي لازم الديفايدر اللي حطه هنا يبقى فول كاستوم ديفايدر على الا Amazon الدفايدر اللي في الاول ممكن نعمل ديفايدر على مرحلتين الاول فول كاستوم ديفايدر ديفايدر بيتعمل فول كاستام على الترانزيستور ليبل. هيبقى 100% بس اللي هيعملو 100% انالوج ديزاينر. لازم يشتغل على الترانزيستور ليبل عشان يارف يشتغل عند السبيدز اللي بالجيجا كبيرة دي. بعدما ما يقسم هنا ممكن مسلا يخرج لي فريكنسي مسلا لو انا عايز اقسم من الجيجا اودي مسلا لحاجة بالميجا. ممكن اعمل الاسم دي على مرحلتين. الاول هاي سبيد فول كاستام ديفايدر يرجع لي هنا حاجة مسلا في بتاع الهندرد زوف ميجاز او الهندرد زوف ميجاز. وبعد كده بقى ديجيتال كاونتر عادي هو اللي ايه يكملي الاسم اللي انا عايزها. المهم عايزين نعمل ترانزيستور فونكشن. افكاركو تاني ان احنا عايزين نهتم بالفيز. اللوب دي كلها بتشتغل على الفيز. هي فيز لوكت لوب. يعني ايه فيز. طبعا نفكر مع بعض. انا هنا هفترض ان انا هبدأ بفيز بيسوي زيرو. لما عمل كمبليت سايكل كده الفيز بقى 2 باي. سايكل كمان الفيز بقى 4 باي. سايكل كمان الفيز بقى 6 باي. سايكل كمان الفيز بقى 8 باي. في حين ان انا في الاوتبوت لو انا بدء من الزيرو. انا كده عملت سايكل واحدة يبقى انا مخرج ايه? يبقى انا مخرج 2 باي بس. يبقى ايه علاقة الفيز بتاع الاوتبوت بالفيز بتاع الامبوت. اه. حد بقى يلاحظ الموضوع سهلة جدا. العلاقة هي نفس علاقة بتاعتي. واحد يقول لي طب هو يعني ايه اصلا يعني انا هنا بفيز بقول زير و تو باي و فور باي. بس في اي لحظة في النص هنا هو الفيز ازاي اصلا? هو الفيز وبرعا ايه? بسيطة جدا. ما احنا بنقول دلوقتي ان ادي الفيز اهو. وادي الطايم. لو انا عملت هنا كومبليت سايكل يبقى تو باي. هنا كومبليت سايكل تبقى بريود كاملة. طب هي بقى اي طايم تاني دلتا تي. يبقى الفيز بتاعه وبرعا ايه? حامل كروس ملتبليكيشن. يبقى الفيز بتاعي حيبقى برعا ايه? كروس ملتبليكيشن نتيكتو. اهي. التو باي مضروبة في المقص يعني حامل طريقة المقص يعني. التو باي مضروبة في دلتا تي على تي. يعني دلتا تي دي لو بقى كاملة لو بقى كاملة يبقى الفيز بتو باي. لو هي من البريود في الفيز هيبقى فراكشن من التو باي. فده بساطة معنى الايه? معنى الفيز بتاعي. وزي ما احنا جايفين بقى علاقة الفيز بتاع الاوتبوت بالفيز بتاع الامبوت هي نفس علاقة يعني انا كني باخد اهو ده اهو بقسمه على اطلع لي الاوتبوت فيز. يبقى ده كده هو الموديل الموديل بتاع الدفايدر زي ما احنا بنقول بقى احنا بنتعامل معه موديل في الاس دومين ودي بقى يعني توريك الان وزانز بيفكره زي هاي. رغب من السيستم بتاعي والسيستم بتاعي لكن انا عايز اعمل وحاول السيستم في اه اكنه موديل في الاس دومين عشان استعمل بتاعتي. انا عدت كتير ادرس نيجاتيب فيدباك وادرس 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 والكلام الجميل ده كله. انا عايز كل الكلام انا اتحلمته ده اطبقه على السيستم دي. فبالتالي حطر ان انا اعمل طبعا الابروكسيميشن. طبعا الابروكسيميشن نازم تكون فالد. طب امتى الابروكسيميشن يكون فالد. نرجع تاني نقول هنا. والله لو فعلا اللوب فلتر ده. حيتحكم لي في اللوب دايناميكس. ويخلي اللوب سموث. وما يحسسنش بالديسكريتنس اللي موجودة في اللوب. يبقى ساعدتها الابروكسيميشن ده يبقى ايه يبقى فالد. ولانا بقوله ده يبقى ليه معنى. عشان كده زي ما قلنا انا عندي شرط ان يبقى اللوب فلتر بتاعي ده يبقى واحد على عشرة من الايه من الانبوت فريقونسي. طبعا خد بالك ان نسميها ام نسميها ان ده اختلاف رموز. طبعا كل كتاب اه او كل الريفرنس احيانا بيستعمل رموز مختلفة فجزء من المحاضرة متاخد من كتاب بتاع جونزان دمارتن وجزء تاية من المحاضرة متاخد من الكتاب بتاع اه رزافي ار اف مايكرو الكترونيكس فعتلاقي ان ايه كل واحد فيهم بيستعمل رموز مختلفة شوية. فاخد بالك عشان ما انت تلقبطش خلال الايه خلال المحاضرة من الايه من المعادلات. لو انت فاهم الكونسيتس مش هيبقى صعبة عليك انك ايه تلاحظ الفروقات دي. طيب مهم ده كده الفريقونسي ديفايدر. تعالوا نبص بقى على الفيز ديكتور. او الفيز ديكتور ده اهم بلوك تقريبا. ليه اهم بلوك? عشان هو ده المفروب بيقارن الفيز. هي اللوب دي كلها فكرتها ان انا بقارن الامبوت الفيز مع الفيتباك فيز. وخرج سيجنال. السيجنال دي تمثل الفيز ايرور بتاعي. طب تعالوا كده نرسم الـ transfer characteristics. انا عايز الفيز تكتور دي بقى شكل characteristics بقى طبعا من ازاي. انا عايز ادخل الامبوت. الامبوت دي بقى هو الفيز ايرور. وخرج او 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 ده ممكن يكون فولت ممكن يكون كارنت. انت ما انا افترض ان هو فولت. في الاخر زي ما قلنا انا كااا عندي فولت وكرنت. فمفترض انا هخرج فولت. انا عايز الفولت دي يتناسب مع الفيز ايرور. فلو فيز ايرور كبير يخرج فولت كبير. الفيز ايرور صغير يخرج فولت صغير. والفولت دي لو هتلاحز انا حطت في ايه شرطة كده. الله ايه الشرطة دي شرطة دي معناها الـ average. لان انا زي ما قلت انا بقارن توك لكس ببعض. ففي الاخر ده هيخرج لي pulses. دي في حد ذاتها ممكن بتلقبطها. كتويل لك يعني ايه pulse دي معناها ايه? يعني ايه pulse صغيرة يعني ايه pulse كبيرة? انا كني بحسب الـ average بالزبط. يعني ايه بحسب الـ average. انت على هون نرسم كده اهو. اكني هاخد period كده. وانا عندي time انا كنت فيه on. وعندي period كاملة اللي هي T. الـ average output هنا بيساوي ايه? بيساوي T على T. هو ده الـ average. طبعا مضروب في الـ v-peek لو انت عايز تحسب بقى لو ده الـ v-peek. اهو. مضروب في الـ v-peek. اكي ان هو duty cycle. T على T ده اللي بنسميه duty cycle. مضروب في الـ v-peek. هو ده الـ average v-out بتاعي اللي انا بدور عليه. فانعيز الـ average voltage ده اللي هو مفروض حيبقى extracted by the loop as filter. loop filter. يمثل عندي الفيزر. طب ازاي عمل circuit تديني الوظيفة دي بقى. اللي هي تقارن الفيز ده بالفيز ده وتخرج لي pulses تمثل الفيزر. ابسط circuit على اطلاق ان انا استعمل يعني ده ابسط في الزيكتور. طبعا مش احسن في الزيكتور زي ما هنشوف ليه عيوب. بس ابسط واحد. فتعالنا افترض اهو ان انا عندي ادي الـ v-one والـ v-to. الـ reference بتاعي. والـ v-co. الـ x-or بتعمل ايه? الـ x-or هي ايمي كواليتي كومباراتور. يعني بتخرج لو الـ two inputs بتاعها ما يسويش بعض. ففرق الحتة الفرق دي اللي هي الـ v-one سابقى الـ v-to. اهو في الحتة دي كده الـ v-one بتسوي ون. والـ v-to بتسوي زيرو. هتلاقي الـ x-or ما يخرج عليك ون اهو. لما يسوي بعض بالشكل ده كده تخرج لك زيرو. رجعوا هنا ما يسويش بعض. ادي اتني ون. جمع هنا بيسوي بعض ادي اتني زيرو. وهكزا. فبالتالي هلاقي ان الـ pulse دي هتتناسب مع فرق الفيز ما بين الـ v-one والـ v-to. طب تعالنا نبص على كيسز كتير. اهو هنا مثلا فرق الفيز بيسوي زيرو. فالـ x-or مخرجة زيرو بلتزز اهو. دي هكايني مخرج زيرو. ده جاست جليتش كده. هكايني مخرج زيرو بالزبط. طيب هنا لو الفيز بقى pi over 2. pi over 2 يعني الربع سايكل. الربع سايكل. هلاقي ان الـ v-out خارجة بتسوي ايه؟ بتسوي نص في الحقيقة. يعني انا عندي نص السايكل انا بواحد ونص الثاني انا بزيرو. طيب لو فرق الفيز بقى pi يعني دي بقت عكس دي تماما. حلاقي الـ v-out بقى بواحد على طول. طيب لو فرق الفيز بقى 3 pi على 2. ده لكن ده الـ peak. وبعد كده رجعت الـ lead تاني كده هو بالشكل ده. واحدة واحدة بقى. واحدة واحدة. اول حاجة طبعا الشكل ده بالنسبة لي شكل سيء جدا طبعا. انا اللي لي معنى بالنسبة انا كنت عايز ايه? انا كنت عايز اصلا شكل كده هو. ده انا كنت عايزه. ده لك انا خليمي مبسوط. انا محصلتش عالشكل ده. محصلتش عالشكل ده غير في الـ region دي. فهي دي بالنسبة لي الـ region جيت هنا. او جيت هنا انا حبدأ اخرف كده. فانا عايز اشتغل في الحتة دي كده. طبعا ناخد الحتة دي كده. انا هفترض ان انا هشتغل فيها خلاص. هي دي اللوب هتشتغل فيها. وعايزي جابلها transfer function. دي علاقة خط المستقيم زي ما احنا شايفين. فالـ v out على الـ phi. طبعا نخد بالك الـ v out average. نخد بالك الـ average اهو. على delta phi. ده علاقة خط المستقيم. اهو. الـ slope بتاوي بيساوي ايه? v node delta y. على delta x اللي هي باي. v node على باي. فاكينا ده هو اللي هنسميه الـ gain بتاع الـ phase detector. احكينا الـ gain بتاع الـ phase detector بيساوي v node على الـ. طبعا هتقول لي الله بس كده. اه يعني المفروض ان انا عايزي اوصل للـ phase 0. phase 0 بزيرو. والـ phase 0 بزيرو اصلا جاي في النقطة اللي انت قلت ان انا يعني عالكده على الحرف بتاع الـ region اللي انا هشتغل عندها. اه وفيها احنا مش بنشتغل هنا. لو جيت استعمل xor phase ده مفروض باشتغل في نقطة هنا عام. فانو عنان انا هكون عندي static phase error. وده معنا ان انا مش هيبقى عندي phase error بزيرو. وده معنا ان اللوب مش هتبقى شغالها بالـ behavior اللي انا عايزه بالزبط. عشان كده في الحقيقة براكتيكالي. بنستعمل حاجة احسن شوية من xor phase detector زي ما هنشوف. بس يعني خلال نمشي كده مع بعض يعني for the sake of simplicity. عايز اجمع بقى كده كل اللي انا قلته احاوله الـ PLL كاملة. او دي كده. دي كده عبارة عن PLL كاملة. تخيل? او دي PLL بسيطة جدا. مش احسن PLL في الدنيا بس شغالة. شغالة يعني ايه? انا هتخليه للـ output frequency. هنا اخد براك انا عامل بتسوي الـ input frequency. تعال كده نبص عليها كده عبارة عن ايه? او ده كده ده كده. ده كده هو الـ VCO. الـ VCO انا هنا عامل عبارة عن ايه? عامل عبارة عن LC oscillator. بس انا عايز او فوتش كنترولد. فهتلاقوا ان الـ output اللي خارج من هنا اللي هو الـ V اللي خارج من الـ loop as filter. رايح فين رايح على الـ diodes. الـ diodes دي ريفيرس بايست. احنا فين الـ diodes لما يكون ريفيرس بايست. بيكون ليه كاباستنس. والكاباستنس بتكون function في الـ reverse voltage. فاكن الـ diodes ده شغال اكنه عبارة عن variable capacitor. او voltage controlled capacitor في الحقيقة. فلما بغير الكاباستر بتحيعي. ده بيغير الـ oscillation frequency. فدي فكرة الـ VCO هنا. انا بغير الكاباستر. اللي هو عبارة عن الـ diodes ده. فده حي غير لي الـ oscillation frequency بتاعتي. طيب من ناحية الـ system level. اللي وجيت عبص على الـ circuit دي. حلية ايه? احنا عارفين لما نيجي ندرس system. بامسك حاكتين مهمين جدا. الـ loop gain. وده اللي بادرس منه stability. وبرضو باحتم بالـ closed loop response. يبقى انا باحتمى بحاكتين. باحتمى بال loop gain عشان بادرس منه stability. وباحتمى بال closed loop response بتاعت السيستم. طب عايزين نشوف السيستم بتاعنا ده. ايه البولز اللي موجودة فيه? الـ order بتاعه كام اصلا? تعالوا نشوف الـ order. الـ order بتاع السيستم زي ما احنا عارفين بيكون هو عدد البولز. دلوقتي انا عندي ده كده. الـ loop filter بتاعي ده. طبعا فيه الـ capacitor هنا فبيديني one pull. فكده معايا pull. والـ VCO زي ما ادفعنا هو عبارة عن integrator. والـ VCO شفنا response بتاعته هي عبارة عن كيف VCO على S. فهو بيديني one pull at origin. يبا كده السيستم بتاعي ده هو عبارة عن second order system. فيه pull انتيجة للـ filter. وفيه pull هتيجة للـ VCO. فده الـ order بتاعي نقول ان ده عبارة عن second order PLL. بس عندي مصطلح كمان بقى بنقول الـ type بتاع الـ PLL. ايه هو الـ type? الـ type هو number of ideal integrators. يعني ايه ideal integrator? ideal integrator اللي هو الشكل ده واحد على S. يعني ببساطة pulls at origin. احنا ادفعنا ان التكامل لما بحوله في الـ S domain بيديني واحد على S. فانا بشوف انا عندي كم وحد على S عندي كم pull عند الـ origin ده الـ type بتاع الـ PLL. طبعا الـ loopas filter زي ما احنا عارفين الـ pull بتاعه مش هيكون عند الـ origin. احنا عارفين الـ pull بتاع الـ loopas filter. يكون موجود فين? one over RC طبعا زي ما احنا عارفين. يعني او لو انا حتكلم في الـ S domain يعني يبقى minus واحد على RC. ده الايه? ده الـ pull بتاعي. فانا عندي هنا pull مش عند الـ origin و pull عند الـ origin. فلما نيجي نقول الـ PLL دي type بتاعها ايه نقول ان دي type one. ليه type one? عشان انا عندي pull واحد عند الايه? عند الـ origin. فدي كده مسال مبسط على PLL كاملة. هنشوف بقى ازاي بقى نعمل PLL تحقق اللي احنا عايزينا. دي لسه مش بتحقق اللي كل اللي احنا عايزينه. والـ performance بتاعها مش احسن هاجا. انا عايزين نعمل PLL احسن منها بقى. بس احنا كده على الاقل بدأنا تخيلنا شكل PLL اللي بعدها عامل ازاي? بination